بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم والنهاردة بنتكلم عن مشكلة وهي تغيير لون النبات اي ان كان تغيير لون النبات ده هو المهم لو بتحصل مشكلة ما بالنسبة لي النبات بيظهر على الشكل بتاعه الشكل الظاهري اللي هو الجزء الهوائي منه يعني او الشكل المروفولوجي بتاعه بيظهر عليه تغيير في اللون قد يكون اللون ده هو اللون الاصفر وده السائد دايما وقد يكون اللون ده هوت اللون الارجواني او البنفسيجي زي ما بيحصل في نقص الفصفور قد يكون اللون ده هوت اللون الاسود زي ما بيحصل في الاصداء اللي احنا بنشوفها او الندوات قد يكون اللون ده هوت على جزء معين من النبات وقد يكون اللون دهوت على النبات بالكامل وقد يكون النبات دهوت على الثمار أو على الأوراق أو المهم يكون في القمة النمية يكون في المنتصف يكون في الأسفل المفروض أنت كمزارع شاطر أو مهندس محترم المفروض بتقعد تجمع داتا عن المنظر اللي قدامك اللي بيين عن النبات دهوت ولو أنت أصحه أفضل المفروض من البداية أساسا تكون شخصت وعرفت الدنيا فيها إيه ويريد بس تكمله الفيديو للآخر عشان نقدر نجمع معلومة بس مش ناخد كلمتين في الأول ونسيب الفيديو في الآخر يعني ممكن نتكلم في الأول عن العوامل وما بتسمعش أنت الحلول يعني وده مشكلة أي يوتيوب أي حد بيسمع اليوتيوب بيسمع أول 3-4 دقائية ويسيب الباقي يعني عشان خطرك أنت ومش خطري أنا المراضي يمكن تعمل خطر لنفسك كمل للآخر يعني تمام فالسبب ده قد يكون قد يكون مشكلة مثلا في الصن في نفسه في أصناف يا جماعة مثلا في بعض أصناف البطاطس مثلا تمام بتلاقي لونها أصفر في بعض أصناف الطماطم بتلاقي لونها أصفر طبيعي بس الأصفر بتاعها مش أصفر أصفر لا بيمين للإخضرار مهما حطت له تسميت أزوتي ومهما كان الحديد موجود ومهما كان المجنيسيا موجود اللي هما السلاس المرح في تكوين الصبغة الكولوروفي اللي هي بتدي اللون الأزرق أو الأخضر الكادم لا بتلاقي دايما النبات لونه أصفر دي طبيعة في الصنف تمام قد يكون الأصفرار دا هو تجماعة أو تغيير اللون دا هو بسبب تغيير اللون الأصفر دا هو طبيعي وقد يكون مش طبيعي الطبيعي فيه إيه إن النبات الموصل لبرحلة الشيخوقة تمام فطبيعي إن هو بيبدأ اللون بتاعه أصفر زي ربنا بقول ويعني زي ربنا سبحانه وتعالى ما بيقول واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه إلى السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح شي ما انتظروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر تمام يعني النبات نزل مطر اختلط بالمية مع التربة طلع نبات بعد كده أصبح شي ما انتظروه الرياح يعني أصفر بعد كده دبل بعد كده الدنيا يعني بقى أش يعني هيدية يعني الدنيا يعني كذلك النبات يعني تمام تعالى على خلينا بقى فيه والطبيعي برضو إن مثلا تيجي الشجر الفكح في الخريف فالمفروض إن هي بتسقطة ما تسقطت الأوراق بالذات بي تلاقي اللوم بتاعها بتدى أصفر وإي شوية هوا ييجوا ونزلوها وخلاص تبعا للآية يعني تمام فتعالى النهاردة الأسباب اللي هي هتعمل كده إيه تمام العوامل قد تكون عوامل بأي مثلا زي إيه زي قلة الضوء بنلاحظ يعني أنا عندي حاليا الخيار فيه مشكلة مشكلة دية عبارة عن إيه مشكلة دية الأصفرار بتاع الخيار الأصفر ليه لإن الجو بقى له أسبوع مفيش شمس خالص تمام بنسمد وبنعمل بس اللون طبيعي النمو بتاعه شرخيار ما فيش أي مشكلة بقى لكن اللون بتاعه فاتح تمام القصة دي راح يستها مرة واثنين وثلاثة بس بلاحظ برضو الإنتاج بتاعه ما فيهوش مشكلة يعني اللون بتاعه دايما أصفر يعني احنا حاليا أصفر وفيه برضو فيه الصيف يا جماعة قد يكون اللون أصفر ليه شدة الإضاءة عندي يعني قلة الإضاءة برضو بتعمل لي مشكلة وشدة الإضاءة بتعمل على تكسير الصبغة الكولوروفيل أو اللون الأخضر اللي بقى فيه النبات ده هوا تمام وقلة الإضاءة برضو بتبقى نفس القصة تمام يبقى دي أول حاجة تاني حاجة قد يكون فيه جفاف في النبات النبات ممكن يكون عطشان العطش بس الاسفرار بتاع النبات لما يكون عطشان بيبدأ من الأوراق المسنة من تحت الفوق وهو ماشي كده تمام قد يكون من كثرة الري 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 نفسه تمام أنا النهاردة لما أبدأ أروي النبات بتاعي تمام لما أبدأ أروي النبات بتاعي وغرأت مسر فيه نباتات بتتأثر جدا بحالة الغدق أو الغرق يعني أو النبات التربة تبقى وغدت زيادة عن حقها مياه على رأسات البقليات الفاصولية والبسلة مجرد ما هيجي عليها بس مياه زيادة بتلاقي اللون بتاعها بسرعة في 3-4 أيام ابتدأ يسفر تمام وده نتيجة ايه جماعة ومعظم النباتات لكن دول حساسين زيادة عن اللازم طيب ايه اللي حصل لما أنا غرأت مياه احنا عارفين الجدر ده كائن حي زي وزي أي حد بيتنفس زي زيه زيك بيتنفس الجدر تمام التنفس بتاعه ده هو انت النهاردة لما حطيت مياه كتير التربة دي فيها مسام تربة فيها مسام سقوب يا جماعة السقوب دي فيها مياه وفيها هوى وفيها 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 تمام أنا النهاردة لما حطيت مياه هاعمل ايه الهوى راح فين الهوى اتطرد من التربة طبيعي اول انت ما بتملاق قلة عارفين القلة اللي عندنا لما بتملاقها مياه تبدأ تملاقها مياه بتلاقها بتبقل ده جاي منين ان انت بتصب المياه المياه بتحل محل الهوى الهواء بيطلع. لما بيطلع بيعمل المنظر اللي انت شايفه دي. تمام? لما تكون الارض اساسا شرائي. يعني بقالها شهرين ما رويتش في الصيف كده بعد الامح مثلا بتجي تزرع الدرة. اول ما بتروي الارض بعد ما حردتها امح وعشان تزرع الدرة تبصت لها بتبقلي. البقاليل ديت من اه بسبب ايه? بسبب انك انت الارض الهواء اللي فيها الرطوبة اللي فيها ما عادش فيها رطوبة خالص في المسام. فابتدى الهواء يحل محل في الشقوق دي اللي انت في الارض. لما انت بتنزل مية بيبدأ الهواء اتطرد لفوق. فبيعمل لك منظر الفقاقيع دي بقى باللغة العربية. يعني تمام? آآ فده اللي احنا بنتكلم عليه. يعني لو الارض برضو رويتها زيادة عن اللازم هتعمل لي مشكلة في التغير بتاع اللون النبات. تمام? طيب عندنا برضو يا جماعة لو عندنا آآ النوعية مية الرية نفسها. افترضنا انك انت بترويب مية آآ مية ملحة. المية ملحة بتلاقي النبات اللونه اساسا ممكن يكون اصفر وممكن يكون ازرق كاتم. طب مية الرية دي لو فيها نسبة عالية من الكالسيوم. خلي بالك من دي. لو فيها نسبة عالية من الكالسيوم بقى. المية اساسا قلوية تمام? فيها نسبة عالية من الكالسيوم تمام? ايه اللي بيحصل? بيقتش بتاعك عندك بارتفع بتاع المية. بيقتش المية مرتفع. لما بينزل بيقتش بتاع المية مرتفع هيوقف لي ايه ها شاطر العناصر الصغرى العناصر الصغرى وعلى رأس امين على رأسها الحديد تمام كمان يا جماعة لما الجو بيكون بارد جدا لما يكون بارد جدا بيأثر على تحرك عنصر الفصفور وتلاقي النبات لونه ارجواني او بنفسيجي تمام ايه اللي حصل في القصة دي ايه انت النهارة لو انت عندك شوية رز تمام لو انت زرع رز شلت الرز وبتزرع مكانه برسيم بتلاقي اللون برسيم ايه احمر ها شاطر ليه الفصفور فيه نقص في الفصفور بتلاقي اللون الدورة ايه احمر ليه نقص في الفصفور تمام ده نقص ايه ده دي حتة بتخص الايه التغذية تمام قد يكون يا جماعة اللون اصفر كامل اصفر كامل ده على ايه على حاجة زي نقص مثلا النتروجين بتلاقي اللون بتاعه اصفر كامل على كامل النبات على ايه على كامل النبات تمام طب لو اصفر في القمة بيبقى في مشكلة في ايه مشكلة في العناصر الصغرى تمام طب لو في النص هتلاقي فيه الماغنيسيوم آآ ورفاقه تمام فا آآ آآ المهم ناخد بالنا من الحتة دي والشاطر بقى اللي يقدر بقى ياخدها زي ما بنقول كده بالمصر يفليها حتة حتة ماسي ياخد حتة حتة يشوف المشكلة عنده من ايه والله ناخد الري طب الري مظبوط طيب الامراض مفيش امراض طيب بالنسبة لي الجو عندي والله انا شايفش شمس كويسة طول النهار كويس مفيش شدة اضاءة مفيش اضاءة قليلة الانسان يقعد يبحث كده طيب والله خلصنا من العوامل دي ندخل على المرض يبقى آآ اللون ممكن يكون اصفر لون الورقة نفسه يكون اصفر اجارك الله لو جالك العنكبوت في الصيف العنكبوت الاحمر ده لو جالك في الصيف هتلاقي شكل الورقة نفسه اصفر تمام اللي النبات اساسا الاف بتتغزى على الورقة نفسها فالورقة هتلاحق ايه ولا ايه فبالتالي بيبقى شكلها اصفر تمام قد يكون عندك البقع نفسها صفر نتيجة ان فيها عندك اساسا بيض زغبي طبيعي انه في الاول بيبقى اخضر بعد كده اخضر باهت بعد كده اللون الاصفر اللي انت بتبقى شايفه ده هوت وبعد كده ممكن تبص تلاقي الورقة كلها ابتدت تتحرق وده طبيعي احنا بنشوفه قد يكون اللون نفسا المشكلة عن مرض بيض دقيقي مثلا في الخيار او في الطماطم هتبص تلاقي في الخيار مثلا هتلاقي الورقة ابتدت طبيعي ده في القراعيات عموما ابيض ابيض يعني تمام وبعد كده النبات الورقة بتتحرق وبتبقى خبر كان تمام قد يكون في الطماطم بتلاقي برضو البيض الدقيق برضو باللون الاصفر تمام بعد كده يعني اللون الورقة طبيعي جدا يبدأ من تحت الفوق بقى ماشي تبص تلاقي اللون ابتدت يبقى اصفر بعد كده ابتدت ايه يتحرق معايا تمام ده بسبب الايه بسبب الامراض طيب قد يكون عندي بسبب مسلا مشكلة في الزبول تمام الزبول اللي بكتير يخليني بعيد عنه الزبول اللي بكتير يعملش كده ما يصفرش ابدا يزبل النبات وهو ما يزال اخضر ما عندوش اي مشكلة خالص تمام يزبل في نص النهار ويجي المغرب تلاقي لونه كويس خالص تمام طيب لو عندي بقى الفيوزاريوم والفرتسوليوم لا هتلاقي فيه اصفرار على النبات تمام هتلاقي فيه اصفرار على النبات تمام ازا ما لحقتش هينتهب ان النبات خلاص ينتهي ويموت ما عندكش اي مشكلة خالص تمام قد يكون مثلا بسبب الاصداء تعالى على الحاجة زي الفصولية لو جالها الصدى او الفول لو جاله الصدى او بتبص تلاقيه النبات برضو ابتدى اه فيه نقاط كده زي الصدى بتاع الحديد هو جاي صدى علشان هو صدى فعلا زي صدى الحديد تمام هينتهي النبات بان هو ايه ان ما لحقتش برضو رش الفطر محترمة زي السوم ايت او التوبسين وخلافه ورفاقهم يعني هتلاقي الدنيا عندك مش مزبوطة طيب انا لو عندي مثلا لو عندي مشكلة فيه لو عندي مشكلة مثلا اه فيه الندوات هتلاقي اللي ابتدى برضو الندوة المبكرة هتلاقي النقاط ابتدت تظهر على النبات زي الطماطم دهوت او الندوة المتأخرة هتلاقي ابتدت اه تيجي من جنب الورقة كده هتبص تلاقيها لو ما لحقتش القصة بتاعت المتأخرة بالذات حتى في البطاطس بالزبط ثلاثة اربعة ايام هتلاقي طالما الظروف مواتية يعني والدنيا كويسة هتلاقي النبات انتهى اه في ظرف اسبوع لو انت ما لحقتوش اه فكل الحاجات ده هي تجماعة الراجل الشاطر فينا او المهندس الشاطر في لحظة بيبدأ اه يشوف الوضع ايه وبيبدأ يحدد اه هو موقعه ايه اه موقع الاسفرار ايه ده على الخريطة اللي في دماغه خريطة الدماغه نفسها يشغل دماغه مش اول ما يتحط على الفيسبوك اي حاجة تبص لي داني ما تودي دا ما عرفت حاجاتي والله مقززة بوصلونا لمرحلة ان احنا كريهنا حتى نعلق على اي حد والله كريهنا نعلق على الفيسبوك على اي حد حتى لو احنا عارفين الاجابة بسبب يعني المهاطرات والكلام الفاضي اللي انت بتشوفوا ده هوت شكرا لحضراتكم واتمنى يعني من كل قلبي ان احنا نكون استفدنا اه ولو بالقليل من الكلمتين من الكلمتين اللي احنا قلناهم ده هوت شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اياكم الله انما كنتم